اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزية المشاهدين خلوني ارحب اضيفي واضيف حضراتكم في هذه الفقرة دكتور رحمة سابت اهم نقاط الضعف والقوة في فريق بني سويف زكا دكتور الحمد لله تمام كله تمام تمام حمد لله خلينا نبدأ بفريق بني سويف واهم نقاط الضعف والقوة الموجودة في فريق بني سويف طبعا بطولة كاس مصر بطولة مهمة جدا في البداية يمكن نادي الاهلي حصل عليها 36 مرة مقابل النادي الزمالك 27 مرة وبالتالي الفرق اصبح 9 عالقاب نادي الاهلي في اخر 7 سنين يمكن اخر 7 سنين او اخر 7 بطولات لكاس مصر ما خدش بطول لكاس مصر غير مرة واحدة كانت سنة 2016-2017 وبالتالي النادي الاهلي محتاج يزود الفريق يرجع الفريق ثاني لعشر بطولات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك الجمهور ما بستليحش اه فمحتاج ان انت ترجع الفريق بالتأكيد بطولة مهمة جدا نتمنى النادي الأهل يحصل عليها السنة دي بالتأكيد فريق بني سويف يمكن هم ماشيون بشكل كويس جدا في الدرجة التانية هم مختلئين يعني فيه بني سويف في نادي بني سويف وفيه نادي تليفونات بني سويف نادي بني سويف هو في المركز التاني نادي تليفونات بني سويف في المركز التالت ماشيون بشكل كويس في الدرجة التانية في مجموعة السعيد يمكن هم نتائجهم سريعا كده كسبوا نادي في الدور الدرجة التانية كسبوا شبان المسلمين N4 اه كسبوا بني سويف في اه كسبوا سهاك في كاس مصر كسبوا بعد كده برضو سهاك في دور الدرجة التانية كسبوا المينيا اتنين سفر كسبوا الالمونيوم واحد سفر دي يمكن ابرز نتاجهم بعد كده برضو كسبوا المينيا اربعة سفر في كاس مصر بعد كده اتعادلوا مع بترول اسيود سفر سفر بعد كده كسبوا عرب الرمل اربعة واحد بعد كده اخر مباراة اللي كانت يوم ستة وعشرين حداشر كسبوا الاعلاميين اتنين واحد. لما نبص على ترتبهم في الجدول. ترتبهم في الدرجة التانية. ده هيبين نوعا ما قدرات الفرقة طبعا. يمكن هم في المركز التاني في الجدول لعبوا ست مباريات الموسم ده. كسبوا اربعة. اتعدلوا واحد. خسروا واحد. جابوا تسع اهداف. هم اقوى خط ادفاع في دوري الدرجة التانية في المجموعة الف. دخل شباكهم هدفين بس. ويعتبروا التاني اقوى خط هجوم. في المركز التاني برسيد تلاتاشر نقطة خلف البنك الاهلي اربعتاشر نقطة. ايو. وبعد يوم على طول تلفونات باليسويه. اه. وبالتالي فريق استحق ان استحايا الاحترام. كل كل فرقة لها الاحترامة. وبالتأكيد لازم نحترم الخصم عشان تقدر. انا دايما اتعودت في حاجة. كرة القدم لا تعرف خصوصا مباراة كاس مصري. لا تعرف الفريق كبير والفريق الصغير. اه. على الاقل بالبطولات يعني انا بتكلم فريق كبير. طبعا كل الفرق دماغنا من فوق. لكن انا بتكلم على فارق البطولات ما بين آآ آآ الفريقين. ولكن كرة القدم دائما في كاس مصري. لا تعرف الا الملعب فقط. مش في كاس مصري بس. في كل البطولات اللي بيلعبها النادي الاهلي. ودايما احنا متعودين على كده. ان الملعب هو دايما اللي بيوري الفرق. ممكن جدا ما يبقاش في فرق ما بين النادي الاهلي وبني سويف من خلال الملعب. فبالتالي اولى الخطوات يجب ان تكون بداية جيدة جدا ان شاء الله. ان شاء الله ويكون خطوة مهمة جدا للنادي الاهلي. وكل التأكيد. يمكن كمان فايلر النهاردة في التشكيلة بتاعته. هو عامل نوع من. يمكن فيه تمام اللعيبة في التشكيلة داخلين. هو بيخلق نوع عامل منافسة. بتخلق دوافع جديدة للعيبة اللي موجودة اللي هي كانت على الدكة. مزبوط. بتعمل نوع من المنافسة مهمة جدا بتدي راحة للعيبة اللي كانت بتلعب زي رمضان زي ربيعة. اللعيبة الاسية كلها اللي هي كانت بتبدأ عمر السلية. علي معلول مصاب. فبتبدأ تدخل. يعني لو بصنا هنلاقي النهاردة فيه تمام اللعيبة ما كانوش بياخده بشكل اساسي. شريف اكرامي النهاردة بتكسب كحارس بديل. محمود وحيد عشان علي معلول. هتحتاج محمود وحيد في اربع مباراة على الاقل. الان عودت علي معلول. صح. فمهم جدا النهاردة محمود وحيد ان شاء الله يتقلق في المباراة. ياسر ابراهيم بيدخل كمساك. عمار حمدي النهاردة سواء بدأ كباك رايت او بدأ تحت الراس الحرب. ده اللغز اللي احنا لسه هيباني لنا بقى من خلال الملعب. اه يعني سواء بدأ كده او كده فعمار حمدي برضو اول النهاردة اول مباراة ليه مشاركة كمنذ انتقاله النادي الاهلي كاساسي. اعلى النادي الاهلي. حسام عشور برضو في فترة اخية ما كانش بيبدأ اساسي. اليو ديونج كذلك. ولما نزل في المباراة الاخيرة قدام النجم السحيلي قده بشكل مميز جدا. احمد الشيخ بيجاهز جناح بديل سواء لحسين الشحاة سواء رمضان صبحي حاجة مهمة جدا. برضو وليد ازارو. يعني انت النهاردة عندك تمن عناصر في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي ما كانوش بياخده في الفترة الاخيرة. مزبوط. بشكل الاساسي. فانت اما تدخله وانت بتخلق ضفعة جديدة بتعمل نوع من المنافسة. بياخد فرصتك اهو اثبت لي نفسك. عشان بعد كده تبدأ اساسي. دي حاجة مهمة جدا بيعملها فيلر خاصة في المباراة ديت. تمام. فريق بنسويف سجل تسع اهداف في ست مباراة. كيف سجل فريق بنسويف تسع اهداف. يمكن هما فريق بنسويف ليهم احصائية كده ازاي هما سجلوا تسع اهداف في ست مباراة. التسع اهداف منهم اربع اهداف من ضربات سبتة. اربع اهداف من تسع يعني بنسبة اربعة واربعين واربعة من عشرة في المية. اربعة من تسعة ضربات سبتة. بعد كده عليهم لعبة من رامية التماس اللي هي رامية التماس الطويل. اه. اللي هو عليهم رامية التماس الطويل دي هنشوفها معنا في الفيديوهات بيرموا رامية التماس طويلة جوه منطقة الجزاء. بعد كده تزديد على حدود منطقة الجزاء. بعد كده هاجمة مرتدة. بعد كده ضرب بالجزاء. اذا انا هم حاجتين ايه في الفرقة دي في الناحية الهجومية كالضربات السبتة ولعبة رامية التماس. ده اللي احنا هنشوفه بالفيديو. يمكن هدفين الفرقة. محمود بكري. هدفين وكريم اشرف. كريم اشرف ده على فكرة من نشئين النادي الاهلي. كان بدأ في النادي الاهلي من الفين واتناشر وبعد كده راح بنسويف. بعد كده القسيوتي. يمكن طبعا هم بيدربهم المدرب حسن موسى. ده اول هدف معنا كابتن اسلام. الحالات بتاكد الضربات السبتة. من الصفحة الرسمية النادي بنسويف طبعا عبر الفيسبوك. يمكن ده اول هدف ليهم. اهو. الهدف اللي بعده برضو هنشوف اربع اهداف من ضربات سبتة. دي الاوت الطويل. ده الاوت الطويل اه. ده الهدف برضو من الاوت الطويل. بلعبوا اوت طويل كده. هتلاقيه كرار كزا مرة يعني. طبعا هتلاعبة شغطة. فهي برضو هم عندهم ميزة اللعب اللي بلعب الاوت الطويل دي. اهو بص حدك اوت طويل تاني اهو. بلعب الاوت الطويل جوه بيجيبوا منها اهداف. فلازم نخلي بالنا من الحتة دي. دي دي مسألة اللي هي رمية التماث الطويلة. لو شفنا بقيت الدربات السبتة. الفيديو اللي هو فيه الدربات السبتة هنلاقي برضو ان هم عمدهم كزا لعب يعني فيه لعب اسمه في التشكيل اسمه علي وزة. ده برضو مميز جدا اللي هو علي. علي وزة ده مميز بلعب دربات السبتة. معتز محروس الكابتن. اهو بص حدك دي دي ضربة سبتية بيجيبها اهو. 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 اهي. به هو مميز او اقدم اليسرة. سواء معتز محروس او علي وزة. بص حدك اهي. دي واحدة تانية. اه دي واحدة تانية. ده الهدف التاني من دربة سبتة. فيضط الثالثة برضو من دربة سبتة. نفس اهى. بص. اه. ده كل اهدافهم من ضربات سبتة اذا عندهم اه كابتن حسن موسى بيعتمد على وعلى رمية التماس القوت التوداء دربة ثابتة من على الأجناب من على الأطراف بيحفزهم لعبة الضربات الثابتة بشكل كويس وبيحفزهم لعبة رمية التماس دول أهم جملتين في نادي بانيسويف نخلي بالنا منهم النار تمام عندهم طبعا التشكيل قدام يمكن لو بصنا على التشكيلة هم بيلعبوا أربعة اتنين تلاتة واحد الحارس علي محفوظ الاتنين المساكين محروس محمد ومصطفى الصفتي دول اتنين المساكين الباك الشمال اسمه حسام البادري الباك اليمين اسمه عبدالواحد حسام البادري الشمال ولا اليمين طب يلا الباك الشمال اسمه حسام البادري الباك اليمين عبدالواحد عبدالعزيز الاتنين الارتكاز معتز محروس معتز محروس ده هو يعتبر قائد الفرقة وهو لعب دوري ممتاز كتير قوي أكتر واحد فيهم عنده خبرات الناحية التانية النصر رمضان الارتكاز التاني صنع الألعاب علي وز اللي هو مميز بلعب الضربات السابتة زي ما قلنا عليه لاتنين الجناحين محمود بكري ومصطفى بيليا وقدام المهاجم كريم أشرف وكريم أشرف ده اللي احنا قلنا عليه إنه هو كان من ناشئين النادي الأهلي وبعد كده انتقل للأسيوتي ولعب في بني سويف ولعب دوري ممتاز برضو لما صعدوا النادي الأسيوتي وبعد كده رجع تاني بني سويف فهو أصلا من ناشئين بني سويف فبيمشي كده إعاراته ويرجع إعاراته ويرجع فمن اللعبة المهمة جدا كريم أشرف والتلاتة اللي قدام برضو زي ما قلنا محمود بكري ومصطفى بيليا ممكن هم على المستوى الدفاعي بالتأكيد هيبقى في فرق قدرات النهاردة وليد أزارو يستطيع بسرعاته إنه هو يخليهم يرتكب ضربات جزاء أو يرتكب فعولات كتير دي هتبقى نقطة مهمة جدا محمود وحيد النهاردة نقطة ضعفهم يعني البرزة قوي إنه هم عندهم المساك الأيصر مش موجود ومصطفى الصفتي ده كان بيلعب بك شمال فدخله كمساك فدي هتعمل مشاكل كبيرة جدا الجابها اليسر عندهم اللي حيبقى فيها سواء لافع عمار حمدي لافع حسين الشحات رحل عليهم وليد سليمان فدي هتمثل مشكلة كبيرة جدا عندهم واعتقد أن احنا إن شاء الله نقدر نستغلها كذلك سرعات وليد أزارو مع الدفاع بتاعهم والبطء اللي عندهم وليد أزارو يقدر يستغلها خبرات اللعابة اللي عندك وليد سليمان عندك أحمد الشيخ عندك اللعابة اللي عايزة تاخد فرص زي محمود وحيد زي ياسر إبراهيم زي بردو كأكتر من لعب ممكن ياخد فرصة زي ما اتكلمنا تمن لعبين النهاردة من نادي الأهلي ما كانوش موجودين بشكل أساسي بيعمل أنا بشكورك جدا دكتور أحمد إن شاء الله نلتقي بعد نهاية المباراة وأهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بهذه المباراة شكرا وبالتوفير للنادي الأهلي شكرا جزيلا دكتور أحمد سابت هطلع فاصل أو هشوف تقرير عن فريق نادي بني سويف وبعد هذا التقرير هنرجع نستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار النجم الكبير كابتن ماهر همام أنا عايز منهم متين جنيم ما نشوف النهاردة خلنا بعد المطش بعد المطش ربنا يكرم إن شاء الله هقول لكم ليه والمتين جنيه هخدهم منه على الهوى ليش دعوا كابتن الكبير النجم الكبير الكابتن ماهر همام النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم أيضا النجم الكبير كابتن أحمد بلال بعد هذا التقرير عن فريق نادي بني سويف